أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي كل عام وحضراتكم بخير وعدنا حضراتكم من بداية الشهر الكريم هيكون معانا وبنورنا في الستوديو على مدار الشهر الكريم 30 نجم نجوم الشاشة القناة الأولى والنجوم الإخبارية وكمان هم مش نجوم كمان مقدمين برامج متميزين بعملهم وشغلهم النهاردة طبعاً معنا ضيفة مميزة نقدر نقول متعددة المواهب مالكة جمال مصر عام 2005 في الشهر كمان عندها موهبة الأكل في المطبخ ومع ذلك الرشاقة والرجاقة والجمال والثقافة بتجمع بينهم ومع ذلك جميلة ومحافظة على رشاقتها مع أنها بتحب الأكل الشعبي وخاصة عندنا وراء العنب بالكوارع مقرانة بالشامل الأكلات الشعبية وبتحافظ على رشاقتها إزاي أكاديد أكيد عايزين تعرفوا تفاصيل عن نجمتنا النهاردة ودفيتنا النهاردة بس أنا مش أقول هي معايا مين هنطلع فاصل صغير ونرجع هي اللي تعمل لنا المينيو النهاردة ونشوف تفاصيلها في المطبخ وبتحب المطبخ إزاي وإيه الأكلات اللي بتحب تعملها في العيلة وقال هي بتخش المطبخ في يوم أجازتها بس وقال هي كمان في رمضان عندها بتنعزم برة كتير ولا تحب تعمل الأكل في المطبخ إحنا بطبعتنا كده كشعب لطيف وجميل بنحب نعرف تفاصيل نجمنا اللي بنحبه دايما على شاشة القلات الأولى هناخد بعضين ونطلع فاصل صغير وبعد الفاصل انتظروني مع نجمتنا ومش ضيفة على فكرة يا صاحبة مكان هو هتروحوا بعيد تابوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل بعد المقدمة الجميلة طبعا أنا أنا شيف مش مقدم ومزيع ولكن بحب دايما لما بيكون معايا ضيف ومعايا حد في المطبخ بيساعدني لازم طبعا أقدمه بطريقة طاليك بي معايا نجم النهاردة وهي طبعا مش ضيفة يا صاحبة مكان والأستاذة فاطيمة اللي هي ضيفتنا النهاردة مقدمة النشر الإخبارية وخاصة البرامج الإخبارية هي كمان الوصيفة التالتة وعلى فكرة أنا لما قلت إن هي ملكة جمال في 2005 للشعر هي للشعر فهي هتصلح المعلومة بطريقتها ونشوف مع بعض مقدمة البرامج والضيفة بتاعت النهاردة الأستاذة فاطيمة فضالي يا أستاذة فاطيمة زيك يا شيف كل سنوح حضرتك طيب اللي أغبطة دي أنا الوصيفة التالتة الملكة جمال مصر 2005 وميس بيوتفل هير وميس ستايل حلوة يعني النهاردة مبدئين وطبعا مقدمة البرامج هنا في القناة الأولى ومقدمة النشرة الفترات الإخبارية في القناة الأولى كل سنوح حضرت طيب قالوا إن كنت شطرة في المطبخ يلا بينا نشوف نشوف الكلام ده عمل يلا يلا طيب وأنا يعني أنا شطرة حلو بس برضو الحكم لك في الآخر لأ ما أنا حقول لك الجمهور كمان هي هي عندنا حكم كبير جدا ويا رب ما كتفش جدا من البداية عايز أقول لحضرتك كعانا متريال كتير أي وعايز كتير جدا مكونات بقى إيه هتطلعي لي حضرتك إنت اللي دايما هتقولي المينيون النهاردة بتاعنا معنا لحمة مفرومة ومعنا رؤاء هغشيشك أنا معنا لحمة مفرومة خلاص ممكن عادي ممكن كونسا ندوتشات فهيتها باللحمة المفرومة ماشي أوكي أنا ممكن أغير الأكل عادي يعني إحنا هناخد تركات كلها مننا كشف طيب معنا رؤاءة ولحمة مفرومة أوكي معنا تشكيلة من الخضار متقطعة أوكي معنا أطايف ومكسرات أوه أوكي هتقول لي لي أطايف بالمكسرات برضو أنا بحب الأطايف قوي على فكرة بجد يعني أنا ببسطت قوي ما شفت الأطايف أوه ومعنا طبعا أه يعني حاجات تفاصيل بقى في الحلقة بتاعتي أوكي وشربة شربة المشروب بالكريمة أنا عافلت كبيرت تحب الشربة أنا بحب الأكل جدا على فكرة ممكن يكون شاكلي رفاية بس بحب الأكل جدا عايزيني نفك اللغز ده لأستاذ المشاهدين إزاي بتحب الأكلات الشعبية ورا عينب بالكوارئ أوي ومع ذلك بتحفز على رشادتك وجمالك بص أنا كل أستاذ المشاهدين عايزين يعرفوا الكلام ده ما عايز أقولكم هو أحلى حاجة والصر الخالطة زي ما بيقولوا كل كل اللي أنت عايزًه بس بكيميات قليلة جدا يا شف يعني أنا بحب الأكل جدا والأكل المصبوط يعني معروض حل حل لكن كل أستاذ المشاهدين فده اللي أنا بعمله وانا باكل كل اللي أنا عايزه هميش بحرم نفسي لانا لو حستي بحرم نفسي بتدايق فانا باكل كل أنا عايزه بس بكل jetzt جدا يا جماعة فهي دي السر الخالطة وبلع برياضة وما بقولش بالليل قبل ما نام فهي دي الحجة الحيوة يعني نقوله الساعة كام بتبنعي الأكل على نفسك بص ساعات ببقى جعانة جدا ونام من غير أكل حال يعني ببقى خلاص بس لا ما قدرش ان انا أكل بالليل خالص خلاص يعني مثلا على الساعة تسعة يعني فيه ناس تقولك الساعة سبعة ستة لا انا على الساعة تسعة مثلا ببطى الأكل خلاص طيب وبمشي كتير وبقى لعب رياضة كتير طبعا نحن بتجهزينا على سئلة كتير بداية الأسئلة بتاعتنا رمضان في مصر حاجة تانية حاجة تانية خالص ايه تفسيرك لرمضان في مصر حاجة تانية من وجهة نظر فاطيمة رمضان معروف بزيارات العقلية والتجمعات والديكوريشن بتاعه وأجواءه الحلوة اللي مش بتلاقيه في أي حتة اللي هنا بس في مصر فهو مصر فعلا رمضان فيها حاجة تانية استقبال المصريين للشهر الكريم في بيوتهم في أماكنهم في عملهم في البلكونة تلاقي الزينة آه والله جمال وبحس برمضان أكتر في المناطق الشعبية آه يعني أنا وأبني أول ما نروح منطقة شعبية كده حس إن إحنا يا جماعة تنفسنا رمضان آه فبحب قوي إن أنا لازم أزور منطقة شعبية كده من بتوعنا الجمال وأعطيها شوية وأصحر فيها ونقعد كده نحس بأجواء رمضان الحلوة وتجمعات طبعا العائلية تجمعات العائلية ربنا يخلولك يا رب أنا يحفظه أكيد بتحرموش إن كنت تخش في المطبخ تعميلي أكل حلوة أنت حبها بالزفر أو أحبها زي إيه مثلا بص هو أنا عايز أقولك إن إبني ممكن يكون بيطبخ أحلى مني كمان يعني هو ممكن يعملي أكل حلوة معايز ممكن يعملي أكل حلوة ويدوأني مامي تعالي أدوأك تعالي أوريكي دي معمولة إيه وعنده نفس حلوة أو في الطبيخ معايز ما شاء الله عليه بيحب بقى يتفرج على اليوتيوب بقى يعني نقدر نقول نتعلم من حضرتك ولا من جدته من إحنا الاتنين ومن السوشيال ميديا فهو بيتفرج كتير قوي على برامج الأكل يقعب بقى يجرب ويدي النفس بتاعه في الآخر فهو أكله حلوة قوي وبنسبة برامج الأكل فاتيمة كمزيعة شطرة وجميلة بتحب برامج الأكل التابعية طبعا كلنا كستات بيوت بنحب نتفرج على برامج الأكل علشان نتعلم منكم وحتى لو إحنا بنعرف نطبخ بنعرف التركة بتاعت الشاف بيدينا طريقة حلوة بيدينا طريقة مختلفة كمان عن الطريقة بتاعته وتبقى تتزود عليها وتبهريها بطريقة كتير بس صحب كل واحد في الآخر بيدي الطريقة بتاعته والنفس بتاعه لكن برطو الشاف ليه المزاق الخاص والنفس بتاعه طب من نسبة التطهير أنا لحمة مفرومة عصاجة مع البصل أيوة عايز فاطيمة باك لبنكنت لك تست أحب إننا مصد البصل يحط الأول وأنا حطيت البصله خلص أه أنت حطيت البصل الأول أولاً تبيلي اللحمة دي بتريقت كده عشان عميلها حطيت الفلفل الفلفل حار بتحبيه نحط الفلفل حار أه فلفل أسود نحط بأنا عايزك تحط هذا الفلفل أسود هذا كمون وشطأ وأه وادل الفلفل أسود آه لا طبعاً الفلفل أسود طبعاً أنا بحب الحاجات السبايسي جماعة أحب الأكل سبايسي أس والفلفل ليست ليس كثير سبايسة لكننا لا يمكننا أن نضع كثير هذا زعتر ناشف شاهدت أنا خطرة على فكرة البهارات بتاعتك بابريكا ممكن بابريكا تدي لون حر لا أحب كمونة على اللحمة مع الصغر برافع عليك كده زواقها لا أحبك هل تعمل بها؟ هل الرؤاء برضو زي المقرنة في باشامال بنحط عليه صلصة في الآخر لا على اللحمة المفرومة ما يخدش صلصة زي ما هي كده لها هنحط عليها شوية شربة من الشربة اللي عندي دي كده ممكن نحط الجبن لو انت حبه اه طبعا هنحب الجبن أنا عاصقة للجبن على فكرة بتعمل المقرنة باشامال؟ بحبها قوي انا عايز اقولك وصفة المقرنة باشامال من فاطيمة هي كلها الناس كلها عارفها بصت انا بعمل كل اكل نايف نايف حال يعني الباشامال بعمله اللبن ببقى بارد والضيء بتاعه يعني بخلطه فيه كويس جدا بتقليب دي على اللبن هو بارد اه بس شوية لبن صغيرين كده في الاول وبعد كده روح حطه على اللبن كله بارد في بعض وبعد كده احط على النار انا ما بحبش الحاجات المسبكة قوي وتبدأ يتقليمه كله مع بعضه ما بحبش احط عليها سنة كتير بس محرور الباشامال من ايد فاطيمة بالتأكيد يعني البيت ماما بيحبوا يأكلوها من ايدك انا بحب أكلها من الاكل مامي من ايد مامتي لا ماما ما شاء الله يعني طبخة مهرة فانا يعني بقولك يا مامي مرسي جدا انا الاكل الحلو انتي بتعملونا بس زي ما ماما شطرة كمان اكيد انت ماما بتحب تأكل من ايدك حاجة اكيد بس انا بعد عمل لها ساعات اهو بس انا بحب قوي اي حاجة فيها ويتصاص مكارونة ويتصاص عليها مشروم عليها زاتون انا بحب الاكلات الدسمة انا ماما مامي واخرا ما بقيتش تعمل اكل دسمة بس كان الاول بقى السامنة كتير وانت عارب بقى البيت المصري لازم سامنة كتير وحاجات كده دسمة بس دلوقتي لا بقى نايف 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 احلى وصحي هلا فما بحبش عشان ما نتخنش بط انا عايزك النهاردة انت مساعدة شطرة يلا عايزك تعمليلي الرؤاء بطريقتك واشوف طبقات الرؤاء بينها اللحم المفروح بس الرؤاء عندك هنا طبعا لازم نشربه بالشربة انا عايزك كل حاجة اه واشوفت ازاي انا طبقات شطرة مش شطرة ايه شفت ازاي قد اللحمة المفروحة متعصاجة جاهزة اوكي طبعا بتخليها نص سوى او تلاتة ربعة سوى اه عشان هتستوي قريت اللحمة المفروحة بتاعت الرؤاء بتكون بقى مستوية جامعة بتكمل سواها جوى الرؤاء اوكي شنت اخد البصمة ايه ومعانا الرؤاوت طب فين الشربة بقى هاجبلك احلى شربة دلوقت اهي اه 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 جماعة يعني انا ما تقولوش علينا انا مش شطرة بعرف وادي الشربة يا ست الكل صحيح اه نجيب هنا بقى طب احنا نجيب بقى تعيدة او عشان ماما بتفرج عليك دلوقت امامي اه هتزعل مني اولا عن طريحش اعزان احطلك الشربة دي في حاجة اه عشان تبقى اسهل نعملك حاجة حالوانة اساعدة بالزبت يلا ونحط هنا الرؤاق شوية جماعة ايوة حط عليه طبعا الشربة عشان يبقى طاري والشربة تكون دسمة دسمة برضو ايوة يعني دسمة يعني فقى شوية انا مش عايزة يبقى كثير انت شكلك بتحب الاكل الدسم شاف لا والله انا كل الاكل بعملها على فكرة وانت جيت مع فاطيما ما بحبش الاكل الدسم خالص بحب الاكل الهلكي اكتر يلا الشربة الحلوة هاي طب يلا فين الكابشة معلات السمنة الحلوة عليها ماشي بص الدسمة يا جماعة شبت السامة دي كده ايه شبت الشربة وعليق خلاص كفا يا شاف يلا واد المغرفة ارجوك مرسيقه بصوا بقى يعني ايه تفرجوا على فاطيمة يعني مزيعة شطرة اغبارية شطرة اشكرك يا شف ويبتعمل كمان رواب اللحمة المفهومة والله دي شهادة اعتز بيها انا مش عايزة ايه يعني حط عليها شربة كثير قوي علشان متبقاش طرية جدا طيب يلا مطبخ مطبخي كبير هنحط بقى كذا طبقة من الرؤاء اللي هو الطاري ده مش ناشف ده طاري هيا مامي لو بتتفرج علي يا مامي شطرة ولا ايه بعمل ايه بعمل ايه قليلي اللحمة المفهومة هتحطها ايه اه هوا حط دلوقتي اخدي كمان دي حط بقى اللحمة المفهومة فيه ناس بتحب تحط سمنة بقى في الليرز دي في طبقات دي انت تحب ايه سبك من الناس انا ما بحبش السمنة كتير بس لو انتو حابين سمنة ممكن نحط لكم سمنة ونقولها بعد الفطار ايه رأيكم جبنة طيب حضرتك تفضل اللحمة المفهومة ايه ونصف فيها بس عشان مبقاش ايه فيها دسامة مش فيها دسامة بس عشان ما يبقاش طاري قوي ساعةك بمكن نحط جبنة لو احنا حابين على جبنة انا بحب الجبنة جدا اهه قولي لي يا فاطيمة ايه شاف قولك فاطيمة راجعة متأخرة وكان عندك شغل كتير ودخلت المطبق اوكي انت مع الناس اللي هم يطلبوا ديليفري ولا تفتح التلاجة لا انا بحب اكل البيت تعمل اللي موجود في التلاجة اه انا بحب اكل البيت اه يعني بحس ان هو احلى اه يعني ما تكون اكتر اه بس هو طبعا الاطفال يعني ابني مثلا بيفضل ان هو يعمل ديليفري على طول ده الاسهل ليه لا فاطيمة بتعمل انا بحب اكل البيت ايه الاكل السريع الممكن تعملها في البيت مكرونة واتصص دي فرقانة بحبها اوي او الله بحبها جدا لا اسهل حاجة انا بحس ان المكرونات دي اسهل حاجة وبعمل الاساس بتاعها في ثواني ايه وبحس ان انا عايز اكل اكل ايه سخني اه فهي دي حلوة جدا مع بقى شوية اه اه بني ولا اي حاجة وخلاص وتعد اليوم اه لو في السريع اه انا بتكرم على اكلة سريعة مش هنقض نطبخ بقى في المطبخ ونقض كتير فهذه الاكلة السريعة تعمل الرؤى كده وعايشة مع المرأ بتاع الرؤى واللحمة المفرومة والدسامة ايه والدسامة اهم حاجة الدسامة ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع نجمتنا ومقدمة النشرة الاغبارية ومن نجمة الشاشة القناة الاولى الى النهاردة بتبدع في المطبخ وبتعملت لنا صنية رؤى بشهادة مامتها بتعلم منك الشب حبيبي هي دلوقتي تتفاجئنا انها بتحب القطيف وحنا سبقين طبعا شايفين انها عايزة تعمل القطيف بنفسها قطيف حلوة قطيف حلوة نموت فيها على فكرة وكيلها مباركت بالمكسرات طيب يلا بينا اعملها بالمكسرات اعملها النهارة المكسرات نشوف مادير القطيف بالمكسرات عشان فاطيمة اللي هتحشاهلنا النهاردة ياريت معانا تشكيلة من المكسرات جوز الهند زبيب فوزدو اللي عندك في المطبخ بينحليها بالشربات ومعانا قطيف والقطيف لازم تكون متغطية في المطبخ علشان ما تنشافش علشان تقدر يتقفليها كويس وتحمرها في الزيت تطلع من الزيت تلاقي الشربات جاهز يعني سخن وسخن؟ سخن وسخن وياريت الشربات يكون سخن تبقى لطيفة كميسة انا احسن انا اريدها مقرمشة كده تبقى مقرمشة ما خلالك مقرمشة خلينا اولعلك الزيت انا قلتلكم بحب الاكل بس باكل قليل طيب انا هعملك الحشوة ولا تعملها انتي لا انا هعمل الحشوة طيب بص الحشوة هيت اهي عطاها هنا ايوة بتحط عليها شوية شربات اه دي حلوة تحط دي انا بحطش عليها شربات ليه الشربات بقى عشان تبقى تمسك جوه القطايفة اه بس بارتو جور القطايفة نفسها ما بنحطش كتير عشان ما تفتحش تطقطع اه فين بقى ما عايز حاجة بايدك عادي ايوة ده لازم تقلبها بيدك عشان كده بتقلبها كلها مع بعضية اوكي اه طب الشربات بيبقى بتاعها ده تقيل شوية عشان يمسك ولا عادي ممكن يبقى اه انت زي ما تحبي ممكن تحط شربات وممكن تحط عسل ابيض اوكي بس انا دايما تبقى تقيل شوية الشربات عشان يمسكهم في بعض ايوة فيه جزء الهند مطحونة شوف تبقى تركيه والمكسرات المطحونة فبتديك فليفر وبودر تخليها ايه نعمة زي ما انت عايز تبقى نعم اهي يا ده كمان قليبيها زي الفل ولازم يا جماعة نبقى لابسين جلوف زي فقدينا وحنا بنطبخ علشان يبقى ايه انا بحب ان اضافة جدا في كل حاجة طيب افتح لك دي بقى كده هنتفكها اهي كده انت طبعا بتلف في القطيف قفلتها ازاي فاطيما قفلتها كده اوه لشان طلع الشطرة في القطيف يا ماما بحبها اه بحبها بحبه يا بابا انا انا شغال وفاطيما شغالة في القطيف خلونا اعمل شربة المشروب بالكريمة عشان نكسب وقتنا لان في الاول وفي الاخر عايزين نشوف الصفرة بتاعتنا علي وعايزين نفتر اه وعايزين نفتر معانا مشروم معانا بصل ومعانا توم معانا كريمة لباني معانا شوية شربة دسمة حلوين وشوية حب من فاطيمة دي المقادير بساطة سهولة مرونة الله مشروم كريمة لباني بصل وثومة عملية الكرافس للشربة هو ملك الشربة ده اختياري تعالوا نعملها مع بعض السريعين كده في اي شربة وخرجنا الجميل السشة فيها عايزك تجيبوا التفاصيل الصغيرة للف القطايف للمعنصة فاطيمة ويبتقفلها استاذة ورئيسة كسر اهي الله اهي طيب تعالوا مع بعض نعمل الشربة بتاعتنا بصلها يا نعمة اهي انا بحطش الحشوة كتير اهي يا سيد الكل بحط الحشوة كتير عشان ما تتفتحش مني قطايف مزبوط وده الصح اسازينك بالتوم ده اه طبعا شكرا ثم طحونها اه جاهز مفروم فاطيمة بقى لما بيجي الشهر الكريم احنا طبيعتنا بنعمل شوية سنبوسة شوية قطايف نلف شوية حاجات كبابة هل انت من اللي بستقبل رمضان بتخزين التلاجة سؤال حلو ده بحب ان احنا نجيب الحاجات اللي احنا نستخدمها في رمضان قبل رمضان اه بس الحاجات بعملها فراش انا بحب الاكل الفراش جدير يعني ما قدرش اعمل مثلا السنبوسك وحطها مثلا في الفريزر او القطاف وحطها في الفريزر انا بحب الاكل الفراش على طول بيوم بيومه اه بس ممكن اجيب مثلا القطاف بالزياف لازم تبقى طرية كده ولسه معمولة حالو ولطاف كله وجبة فطار فيجيتيريا النباتي لعم محمد مليانة مشروم عندك المشروم ده هو صديق العائلة وهو اغنى حد عنده بروتين نباتي مشروم يعني في كافة والحيوانات كلها زا كانت والبروكل طبعا ده اساسي الخضروات بتاعتنا والجزر بتنساش كمان في حاجة بالشوفان تستخدمه في طبق شربة لطيف والفول بتاعنا الجميل الحلو بس نصيحة من الكل السادة المشاهدين لما نيجي نتعامل مع طبق الفول في الصحور يا اساسة فاطيمة انا بلاي لازم الثقافة اللازم تكون موجودة عندنا في الصحور بالذات في ايه بقى؟ يعني انا احنا دايما طبق الفول بيبقى هو الوحده على الصفرة ايه المشكلة لما يكون معا طبق صلطة خضرة محطة جبنة قريش حلوة طبق تبقى لطيفة يبقى احنا عملت عملية توازن ما بين البروتين اللي موجود نعملين وجبة غزائية متكاملة صحية متكاملة وخاصة للنباتيين اللي عبو حميد اللي تكلم من شوية اه اما الفطور طبعا شربة المشروب اللي انا بعملها دلوقتي دي نباتي حلوة وتقدر تعمل خضار بالبشاميل العادي وايت سوس مع شوية خضار وتعمل البشاميل وايت سوس دي لعبتي بقى اه لعبتي اه شربة العدسة ابو جيبة طبعا الجميل بتاعك كشري اه وبنسبة الاكلات الشعبية يا فاطيما قوليلي بتعمل الكشري ازاي اوقاتوا ليلي مع انك بتحب الاكل الشعبي بش بتعرف تعمل الكشري لا بعمل كشري انا بعمل اكل كله على فكرة بس اما ما بكون بقى رواءان وطفاضية واقعدة في البيت اعمل اكل بس طوله الوقت طبعا شيحنا في الشغل اه لكن مامي بقى هلت بخلان لكن الكشري الاكل الشعبية اللي بتحب فاطيما تعملها في البيت انا بحب الكبدة كبدة بحب السجوء بحب الكشري جيت في ملعبي وليلي الكبدة تعملها ازاي الكبدة بعمل الاول التومة اه وبعد كده لازم تبقى فيها شوية سنة طبعا حال وعايزة الكبدة على طول تتشوح علشان ما تبقاش فيها مية حال اشوحها كويس جدا تنشف وبعد كده بقى احط عليها الفلفل بقى والملح والفلفل والحاجات اللي انا التوابت بتاع البهارات بتاعتها اه دي الكبدة الاسكندراني بالزبط حال شربة المشروب بالكريمة حمرت البصلية فهي فاطيما هايد شفتي اه اخدت اللون ده كده وما نحرقهاش لازم تبقى صفرة عارفة ليه عشان ما تلوليش لون الكريمة بالزبط فننزل بالمشروب ده كده شفت انا شار رابطة هنا لا برافع عليك بقى تسلم ايديك مرسي زي الفن بعدين اتحمرها في الزيت دلوقتي تطلع مقرمشة معاك زي الفن اه انا عايزة مقرمشة بقى اشوفها لشان ايه شفت المشروب ازاي اقلبه ادوره مع البصلة ياخد طعم البصلة والتومة قبل منزل عليب الشربة والكريمة اللباني شفت اه اه انا عايزة بقى اتعلم منك تربة المشروب اه اشوفت بتعملها ازاي المشروب فيه ميزة وفيه لطافة هو دايما نصديقك الايادات الاغذائية طبعا يعني ده من يقولك عايزة تعمل كل مشروب كل بروكل ومليان فيتامين الفيتامين بتاعه وفيتامين محترم جدا اللي هو البروتيني النباتي الريتشي بالمكونات بتاعته اه طبعا ننزل بالشربة بتاعته زي الفن اللهم صلى عنك خلص الشربة الدعم بقى بوكي جرنيه كل حاجة هنا اه اه التفاصيل كلها هنا كلها بصلة تومة كرافس طماطم حبهان وراء نور طعم تانية خالص اه اوكي هاد الشربة نزودتها شوية حليبة ستة قلب اه وهيبقى عليها دقيق طبعا لا هي باش تاخد هتاخد كرمة البانية اه اوكي اه عشان كده عايزة عرب بتعملها ازاي شفت الشربة دي شفت جمال الشربة طحفة طبعا انا بموت في الشربة بس انا بقى في رمضان لو كانت شربة وصلت على الفطار نخليها هنا كده ما باكلش بعد كده طب قوليلي ايه ايه فاطيمة بقى تحب ايه انا بحب كل الاكل بس انا في رمضان فعلا من كتر ما انا بشوف ان فعلا السفرة بتبقى مليانة انا باكلش اه باشرب شربة وصلتة خلاص انا اش بعت اه فبحس ان هو لا هاكل قليل جدا باكل قليل جدا في رمضان بسيحة في رمضان بسيحة ما هي المشكلة ان احنا الازان يغزن يما ناكل الطبع الخشاف يا نشرب المياه والطمر اه ويبقى الواحد كده كل حاجة بنسبل اه طب دايما كانت سألت سؤال كده انا اه بداية الشهر الكريم تنصحنا بايا مغازف انا قلت مقولة على السوشال ميديا عجبت الناس كتير قوي ايه بقى ما ننزلش نتسوق ونشتري المشتريات بتاعتنا واحنا جعانين لو احنا ننزل في رمضان نفطر وننزل بعد الفطار بالزبط او فهمت ازاي يبقى الواحد فطران وجاهز اذا ما ننزل واحنا صايمين هنجيب كل اللي في السوبر ماركت وراوح باعد وعايز السفرة مليانة وفي الاخر احنا بناكل حاجاته العيلة جدا يعني ما بناكلش اصلا على الفطار خالص استصايم بيحب الاكل كتير والسفرة تبقى مليانة وكذا نوع يعني انا ابني في اول يوم رمضان احنا عامنين اكله كل حاجة الحمد لله اه هو ده بس وعلى الفطار ما كانش اي حاجة اه هو نفسه يبقى السفرة مليانة او اكتر بكتر في اسئلة كتير انا محضرها لك في السؤال عايز اسألولك يوم فاطيمة بيبدأ ازاي من ساعة ما تسح السفرة اه لا بعد الفاصل مش ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وضفتنا وصحبة مكان الاستاذة فاطيمة مقدمة النشرة الاغبارية على شاشة القناة الاولى المبدعة رشاكا اناكا لباكا اشكرك يا شف اشكرك يا رشاكا لباكا دي جاي اه فيها ساجعة فيها ساجعة كده لغة عربية برضو تابعنا لا تستهل عشان انت عملت شوية اطايف جمدين جدا اه على فكرة الاطايف من الحاجات اللي ممكن تتعمل وتتخزن في الدف ريزر طلعها تحمريها لا بس تغطيها كويس اوكي اه ما جدت تغطى كويس احنا منحمر شوية اطايف هنا معمولين كمان اوت اه اه زي الفن نعملنا عشان نوريكم بس ان انا بعرف بعمل اطايف لازم الزيت يكون سخن يا استاذة فاطيما اوكي ده اللي بيقرمشها يا شخص اقولك على سر انا كمان ارجوك نص لامونة او نص برتقانة في قلب الزيت اللي بتحمري فيه القطايف انا كنت فاكراك هتقولي في قلب الشربات بتاعها لعلى وعسى محمرة بطاطس قبله لا 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 عادي الزيت لازم يبقى نظيف يا جماعة احنا عايزين بقى اقتصاديين ما جيبش بقى خمسين زيت زيت للبطاطس وزيت للسمك ماشي احنا نعمل واحدة اللي هو يعني طاصة للبطاطس والحاجات وطاصة تانية للحلويات انت هنا معشي في المغاز استاذ اعيد مني الزيت لو انت محمرة فيه بطاطس قبل كده وعايز اتحمري فيه قطايف او بلح الشام او اصابع زينب او ايا زنود الست الحلويات اللي هي بتتحمر اه حط نص للمونة ونص برتقانة في قلب الزيت كده انت معاك الزيت فلا طب ايه رأيك نبتدي بالحلويات الاول في الزيت وبعد كده نعمل بطاطس والحاجات التانية مفيش مشكلة عادي عادي مفيش مشكلة عشان يبقى الزيت نظيف زي الفل حتى انا بخاف من الطعم الاكل ييجي في الحلويات مظبوط انا معاك بس هي الفكرة انا بحط اللمون اللمون بيفصل الطعم بتاع الزيت بالزبط شفت كطيفة قلب الزيت العيمة ازاي بص هو ده انا سايفة جميل جدا يعني لو لان انا انا صايمة النهاردة كنت كلت الحاجات دلوقتي حالا ندقت بس مشاين فاحنا صايمين بمناسبة الشهر الكريم بقى يوم فاطيمة بيبدأ ازاي انا يومي بيبدأ من الساعة ستة الصبح اه يعني بصحة بدي اليوم الرمضاني ولا الغير رمضاني كله كله لان انا عندي ابني في المدرسة فبصحة اجهز له اللبس لو فيه طبعا في ايام العادية بعد رمضان طبعا بنصحة نحضر لانش بوكس وحضر له كل حاجات بعد كده قوي مبقى يلبس ونروح للمدرسة فانا يومي بيبدأ بدري قوي انا بحب اليومي بيبدأ بدري بيخلص كل اللي علي لو عندي نشاوير عندي حاجة وبعد كده بقى بجيب ابني المدرسة واجه على الشغل اه فت بيت والمرأة العاملة يعني ده كويس على فكرة بتحس بتغييره بتحس بكيانك في المجتمع لان المرأة والستة المصرية بالذات هي العصب والعمود الفقري للعائلة ده فعل انا بحس كمان ان الستة اللي بتشتغل هي مقسمة وقتها ووقتها كله معروف هيتعامل في ايه وكل ومشي بالساعة حال يعني كل وقتها منظم جدا احنا دلوقتي نحط استنى بأزينك الشربة ايها احنا نحطها بقى ايه انا اجيب بقى ايه البولة اجيبتها ايها ايها اجريتها بالشربة تسلم ايدك وريني بقى التقسيمة الحلوة لغير في الشربة احنا لو في البيت بقى هروح تدلقها على طول كده هروح تدلقها كده ساعة لازم يبقى ايها مش هينفع هنا في التلفزيون فنحطها كده يا جماعة بالرقة كده والشياكة اجب منبهدلش الدنيا ودي بقى احنا ده خلينا اعلمك حاجة حلوة شربة مشروم بالكريمة لازم هنا برضه عند الشيف المغازي فيه تركاية بصي عايزة تغريبها بالمغرفة اه بصي الحركة دي شوف الحركة دي يلا هوب اه يفيش حاجة هتنزل من مغرفة ايوة صح ايوة تاني 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 واحدة كمان اه هي بتتسقط كده ايه اجانا عاملة كده الحركة دي كده اه ايوة اذا رقطة نزلت من المغرفة حاسبينة مستحيل اه ايوة فعلا انا جربة جربة انا جربة ارجوك يلا هي عملت نقطة يا جماعة مننا ايه مستحيل اعمل الحركة اللي بعملها بس خلاص ايه ده 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 السحر دول ايه يسلم ايدك ايه الشربة ايوة انا كنت عايز اعمل كده والله مرسي جدا شربة المشوب الكريمة خلصت ايه فاطيمة هتعمل لنا طبقة صلطة من ايديها انا بموت في الصلطة ايه بموت في الصلطة عشان قالوا لنا باقي تلات دقائق او اربع دقائق ايه طبع ده وده الخضارك جاهز طب ده ده متقطع اصلا خلاص ده جاهز لكله على بعض اه اه هيبقى محطوط على بعض كل بس انا عايزة طبع كنت ترسيه على فكرة بشكل كده منوسك لحة فنية يعني دايما بيقول طبعا السلطة اللوحة الفنية بتاع سلت البيت اللي منه بتدي رسالة كبيرة لوصلتها اه اه قطيف بتاعتنا جاهزة طيب ميش انا ممكن احط كده برضو عليها من فوق دول وطماطر القطيف اه 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 الجزر القطيف يلا انا بحب بقى الالوان كتير في السلطة شفت القطيف بترقص ازاي على الشاشة جميل شفت القطيف سمع على الصده سمع سمع على الصده على الصده هينتنزل هنا القطيف اه اه وعايز اقولكم ان كل ما يكونوا الالوان كتير في السلطة شفت شربط 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 يجعل ايامنا كلها شربطة الله يا جميل شربط ده اتعمل ازاي كبايتين سكر كباية مية عود ارفة خشب نصي لمونة هم عايزها بتعمل فانيليا حط فانيليا عايزها بتعمل حبان حط حبان هلو قوي اه زي الفون طيب يا شف بتتسبها كده في العسل بتاعها اللي بحشلها على سمع عايزها سكر زيادة اه سبيها شوية لا انا قصلي عشان تبقى مقرمشة برضو مقرمشة طلعها من السكر على طول على طول ايوا هتغرفها برضو حضرتك هنا بعد ازلك اه طب يلا اهي فين بقى التوابل بتاع السلطة يلا فات حط القطيف هنا اهو ده بطبق السلطة اه انا عملته كده اغرفلنا القطيف هنا باداية برضو عادي اه طب خلي استاني انا اقولك على حاجة حلوة نطلع بحاجة دانية استاني اه اه سريعا سريعا لا سريعا اه اه بص انت رايقة فايقة اه كده بالمعلاج بزفت عشان بس ما نوسخش الدين اه اه انا انا يشف انا يشف انا جاية نلعب النهاردة مع بعض كده ونزين انا ما بحباش طريق انت اكلكتك المفضلة ايه شف احنا عرفنا انا ايه انت ايه بقى ملوخيها بالارانب وعملتها اول يوم في رمضان الله الله اه انا اكلها دايما كنت اكلها من ايد والديت رحمة الله عليها الله يرحم من ايد مراتي دلوقتي احب اكل البامية بعرز بشعرية اوه البامية جميع تجد البامية باللحمة بضان ورز بالشعر دي اكلتك المفضلة برضو من ايد زوجتي تخيل الارانب انا بحب العب معيها بس العب معي مع البامية مع الارانب مع الارانب حلقات النهاردة دماء خفيف لان معي ضيفة مش ضيفة برضو بقول ان هي صاحبت مكان لستاذة فاطيمة مقدمة النشرة الاغبارية على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية وهي طبعا نجمة من نجوم شاشة القناة الاولى واحنا مع بعض طول الشهر الكريم معانا تلاتين نجم من ضيوف من نجوم شاشة القناة الاولى المتميزين في عملهم وابداعهم بيقدموا الاكل بطريقتهم مش مطلوب منها كمان تكونش في المغازي ولا ان هي طبخة ماهرة كفايا في شغلها وفي استقناليتها سبت وجودها عملت الشربة وبشهادة ماميتها وابنها ربنا يخلونها بتعمل اكل حلو والصحور الحلو ايوه يا رب نكون استمتعنا مع الضيفة فاطيمة فيه نقول طبق الصحور ولا خلصنا وقتنا يا شباب حبين ايه؟ سريعا انا في الصحور باكل جبن بس عشان يبقى الصحور خفيف بتحبت الصحر ايه؟ جبن بس جبن ايه عشان يبقى الصحور خفيف وباكل يعني الساحداشر ايه فاطيمة بتحبت الصحر جبن ولكن انا معكم في طبق الصحور النهاردة خلينا نركز على العدس لاسمر ابو جبه ده يعتبر طبق صحور لطيف تعمليه بالتغدية او بالدمعة بصلاية متحمرة تومة تحط فيها العدس بعد ما يتسلق وتنزل عليهم طمط مية مهروسة وعصرة ليمون احلى صحور على فكرة بروتين نباتي قوي جدا حلقتنا النهاردة تفاصيلها كتير واسئلتها كتير واستفساراتها عن نجمتها طبعا استمتعنا يعني رؤية وفن والداع على شاشة القناة الاولى في الشهر الكريم شكرا كل سانكم طائبين باي باي